أم كلسوم محطة مهمة من محطات بليخ حمدي بيقولوا عليه مع جنبا ميت شياطين يعني ما جلتش غنف ولا واحد يعني إيه ما جلتش غنف ولا واحد يعني إيه بليخ حمدي ما عملش أغنية واحدة ما عندوش مبدأ النحت اللي عند الفنانين ده أسعدني الحظ أن أنا عدت مع اتنين كانوا أصدقاء بليخ حمدي عبد الرحمان الأبنودي اللي أرحمه رحمة الله عليك وأستاذ فوز إبراهيم الشعر الغنائي الكبير رحمة عبد الرحمان الأبنودي قال لي جملة واحدة قال لي بليغ عشان يلحن لحد كان لازم يشوفه هو الأول مش بلحنه خلاص يشوف يعمل له انترفيو بعد ما يتكلم معاه يرسم له شخصية شخصية غنائية عشان كده اللحن ده راكب على عبد الحليم ده راكب على مكلسوم ده راكب على وردة رسم الشخصية دي هي اللي بتخلي اللحن راكب تماما وبيسيب بصمة يا سلام فهو ده بليغ يعني بليغ انت فيه حد ممكن يقولك أنا عندي لحنة حلوة خد غنية لأ أنا شوف البني آدم يركب على اللحنة ولا لأ ده كان بداية بليغ بليغ عمل الأغنية العاطفية وعمل الشعبية عمل الشعبية مع عميل عمل الشعبية مع رجدي محمد رجدي محمد رجدي عبد الحليم كان بيغير يا أخي إيه الزمن ده محمد رجدي كان أغنية شعبية يجو شوفوا الزمن اللي احنا فيه محمد رجدي محمد أنديل عبد المطلب لا وحتى بعدهم وحتى بعدهم في السبعينات كان عدوي وفي التمانينات كان حسن نصمر يعني برضو يعني كان أغنية كان اسمها أغنية مش مش حاجة تانية يعني تفرق فبليغ اشتغل كل الألوان ولكن يعني عبد الحليم سعى البليغ سعى النهوي هو اللي جاءبه استخطبه لأن بليغ اشتغل مع مكلسون مولتليش أبرز محطته مع مكلسون كتعامل ايه لا مع مكلسون في ألف ليلة وليلة مثلا دي دي الدلع كله في صوت مكلسون هو عمل معاه حوالي عشر أغاني من أجمل أغاني مكلسون ومكلسون في السبع في الستينات كانت اللي أبرز صوتها خلي بالك الإنسان كل ما بيكبر صوته بيبتدي عرد فهي في المرحلة دي مرحلة بليغ حمدي كمان خرجت من الكلاكسيكيات بتاعت الموسيقى وابتدى دخل الأورج ودخل حاجات كتيرة جدا بليغ حمدي ما كانش ينفع الكلام بهم مكلسون ما كانش ما كانش حد يفتكر إن مكلسون هتعمل كده هتتغير صحيح هو مد في عمره مكلسون فترة